شوفوا السكف البانورامي السكف عبارة عن قزاز بس طيب قبل ما بدأ التغطية كالعادة ندخل على تطبيق مستعمل عندهم خدمة جديدة الخدمة انك انت تقدر تكسب فلوس عن طريق تطبيق مستعمل كل اللي عليك تدخل على اي اعلان مشرط انا اعطيكم مثال ندخل كذا بعدين سوق الان نسخ انشر في قروبات الواتساب اي مكان واي واحد اشترى السيارة عن طريق رابطك هتاخد 50% من عمولة موقع مستعمل الرابط هذا بيكون مربوط في عضويتك فضرورة تسجل وتنشر الرابط بالتوفيق لكم يا رب طبعا بيمكانكم تحملون تطبيق مستعمل عن طريق ابل ستور جوجل بلاي وايضا متجر هواوي هلا والله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسعد الله مساءكم بكل خير الله ما صلي وسلم على نبينا محمد تغطيتنا اليوم لشانجان يوني تي فئة الفل كامل محرك 4 سلندر توربو بسعة 1.5 لتر 1500 سي سي يولد 177 حصان والعزم 300 نيوتين متر ومرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي بسبع سرعات دبل كلتش جير كهرباء الالكتروني ونظام الدفع سحب أمامي وكاستهلاك للوقود اللتر الواحد يمشيه 17.3 كم تقريبا بتقييم ممتاز بنزين 91 وسعة التانكي 55 لتر وكأبعاد الطول 4515 مليمتر والعرض 1870 مليمتر والارتفاع 1565 مليمتر وطول قاعدة العجلات 2710 مليمتر والسعر التقريب للسيارة 98 ألف ريال شامل الضريبة وبالنسبة للضمان ست سنوات أو 250 ألف كيلومتر أي ما أسبب بسم الله نبدأ من الواجهة الأمامية لو نلاحظ هنا تصميم الأنوار أول شي عندنا الليد النهاري بالشكل هذا بعدين عندنا لمسة كروم متصل بالرسمة هذه والإضاءات الرئيسية هنا طبعا فلع LED العالي والواطفي نفس العدسة السيارة هذه فيها حساسات جانبية فبالتالي السيارة فيها ميزة الأوتوبارك نفس الوقت عندنا حساسات جانبية وأمامية التصميم هنا نفس التصميم الموجود في يوني كير اللي هو فكرة الشبك المدمج مع نفس الصدام طبعا فيها كاميرات أمامية من أصل أربع كاميرات محيطية لتعطي رؤية 360 درجة وأيضا عندنا هنا في الأسفل الرادار طيب لو نبتعد عن السيارة شوية حتتضح لنا الواجهة العملاق ومشاء الله تبارك الله طيب نيجي الآن لجانب السيارة زي ما قلت لكم عندنا الحساسة الجانبية هذا اللي أنا سيارة فيها الأوتوبارك عندنا الجانب ما شاء الله تبارك الله جانب 20 هنا مكحل تصميم جدا جميل قياس الكفرات هنا شوفوا 245 في 45 طيب نيجي للمراية الجانبية عندنا إشارات LED كاميرا جانبية من أصل أربع كاميرات محيطية لتعطي رؤية 360 درجة وأيضا المرايات فيها النقطة العمية وأيضا في التسخين بعدا عندنا المثلث هذا لرؤية أفضل عندنا هنا في كاميرا لمراقبة المسار بالنسبة لفتح الأبواب الأمامية بالشكل هذا بالشكل هذا وبالنسبة للأبواب الخلفية الفتح عن طريق المقبض اللي هنا بالشكل هذا بعدين عندنا الجناح هذا شوفوا كيف جاي تصميم الجناح جناح ملاق رايح للسكف بعدين راجع مرة ثانية على فكرة هنا عبارة عن قزاز السكف هنا من هنا ابتداء كان بالكامل فعندنا سكف بانورامي بس ما في فتحة سكف يعني ما يبدينينا نفك القزاز نجح الآن للإستبات الجانبية شوفوا التصميم كيف طبعا رايح بالشكل هذا بعدين راجع بعدين هنا حساسات جانبية هنا حساسات خلفية أهم شي عندنا فتحات العادم حقيقية وشوفوا الرسمة الديفيوزر أيضا شوفوا نفس الفكرة بعدين عندنا هنا لمبة الضبط والحساسات الخلفية وهين عندنا إضاءة الفرامل شوفوا تصميم السيارة من الخلف جدا رائع طيب الآن نفتح الشنطة طبعا شنطة كهربائية كيف تعرف إن الشنطة كهربائية بوجود الزر اللي هنا وأيضا بإمكاني نقفل الشنطة بشكل يدوي هنا سيارة الشنطة زو ما تشايفين عندنا هنا ثلثة طوارئ وبعدين لو نطلع القطة هذي الأسبير عبارة عن إيش كفر نحيف طيب بعدين عندي فيه إضاءة هنا ومنفذ 12 فولت واجهة اليمين تقريبا ما في شيء وأكيد فيه هنا القطة حديقة اللي تنسحب والله أعلم لكن ماني شايف شيء الآن بس هذه المساحة التخزينية في الشنطة الخلفية طبعا الكاميرا الخلفية شوفوا فين هنا وإضاءة اللوحة هنا تانكي البنزين جهة اليسار وقلت لكم ساعة التانكي في بداية التغطية صرفية الوقود اللي تروح يمشيها 17.3 كيلومتر الموديل هنا 2023 دفع أمامي عكس يونيكي دفع رباعي بعدين هنا عندنا 1.5 بنزين 91 طيب نيجع الآن للباب الخلفي عندنا هنا مواد ناعمة هنا جلود أيضا ناعمة هنا عندنا نكشة نكشة ثلاثية الأبعاد تقدر تحز بالنكشة وبعدين هنا لمسة كروم شوفوا كيف جاي ممتد مع المقبض أيضا هنا عندنا جلد وهنا جلد مع تطرز خياطة النوافذة الأربعة كله أوتو يعني شوفوا حتى التنجيد هنا والديكور نفس التصميم الموجود في خارج السيارة رايح وخداخل ويعني خطوط متداخلة فتصميم حاد ومميز جدا في سماعة هنا طبعا نظام صوتي عادي بست سماعات طيب بسم الله طيب كنعومة المقاعد هنا نفس النعومة الموجودة في يونيكي بس كمساحات أكيد هنا أصغر شوية المقعد هذه مضبوطة على قياساتي فما عندي أي مشكلة في قرابة تشبر وبعدين هنا مواد ناعمة والجيب موجود عندي هنا المسند الوسطي في حاملات الأكواب وأيضا في مسند متحرك هنا للرأس أما هنا مساند ثابتة من نفس المقعدة نفس فكرة المقاعد الأمامية تصميم رياضي عندي هنا فتح التكيف وعندي هنا منفذ USB وبس ما في شي تاني هنا طبعا هنا عندي إضاءة LED في المنطقة هذه وبالنسبة لمسكات الأيدي لجميع ركب ما عاد على السائق لو ناخد نظرة على الشنطة شوفوا كيف طبعا السيارة جاي بتصميم كوبة ففي نزول في الخلف لكن كمساحة أبدا ما في أي مضايقات بالعكس في مساحة كافية بين الرأس والسقف شوفوا السقف البانورامي السقف عبارة عن قزاز بس وصلة وحدة فما في أي فتحة هنا جميل وفي ستارة لها يعني طبعا الآن نيجي لتفاصيل الراكب الأمامي نفس التفاصيل الموجودة بالخلف ما في أي اختلافات لكن لما نيجي هنا للمقاعد فالشيء الجميل هنا أن المقاعد الأمامية بتحكم كهربائي مثلا لو تلاحظوا هنا التحكم الكهربائي أيضا في منطقة التخزين هنا فخلينا نجلس مثلا نشوف ما شاء الله تبارك الله طبعا هنا المنطقة هذه أبار عن منطقة التخزين ما في لا منفذ يوسبي ولا شيء هنا بالمنطقة هذه وهنا عندي الدرج ما أدري فيه ضاوة بعدا عندي هنا المنطقة هذه جلد مع تطريس خياطة باللون الأحمر ماشي بالطريقة هذه وهنا عندي النكشة هذه شوفوا كيف ماشية الين آخر الطبلون طبعا هنا مواد ناعمة مع تطريس خياطة وهنا برضو نفس الفكرة هنا تقريبا سماعة والله أعلم هنا في في الجانب برضو سماعة هنا زير الستارة وهنا الإضاءات المراية تعتيم يدوي طيب بالنسبة للشاشة الوسطية وشاشة العددات كل واحدة فيهم 10.3 إنش تدعم اللمس أبل كار بلاي وخرايط وبعدين هنا التحكمات الخاصة بالتكيف مع الشاشة التكيف هنا فيه شاشة وتوقع تدعم اللمس بعدين هنا منفذ يو اس بي وهنا منطقة التخزين طبعا هنا القير شوفوا كيف تصميم القير مع تصميم الديكور سبع سرعات سحبة مامي دبل كلتش هنا حفظ المقطع أتوقع وهنا الأوتوبارك وهنا رؤية 360 درج بعدين عندي هنا فيه زيت تخشيب هنا المنطقة هذي بشكل كامل وهنا لمسة كروم ماشي بالشكل هذا شكل جمالي ولا أروى وهنا شوفوا المسند الوسطي جلود ناعمة مع تطرس خياطة باللون الأحمر بعدين نفتح ما فيه أي ضغط بس فيه هنا زيت المغناطيس فمجرد ما تقفل كذا كذا تفتح هنا الدرج فيه اللي هو توصيلة التكييف فبالتالي تستفيد الدرج هذا كثلاجة تقل تحط مرطبات والمياه والآخرة بعدين عندي هنا حاملات الأكواب في المنطقة هذي تقفل بالشكل هذا بعدين عندي هنا البريكل الإلكتروني الأوتو هولد وهنا وضعيات القيادة أيضا هنا شوفوا زر التشغيل هنا بالشكل هذا طيب هنا نفس التفاصيل بس عندنا هنا السنترلوك وتأمين النوافذ الخلفية والتحكم بجميع النوافذ بشكل أوتو هنا لو تلاحظوا مقعدة السائق الفرق عندنا وسادة للسائق هنا عندي التحكم الخاص بالمرايات مع صفت المرايات وهنا زر الشنطة الخلفية طبعا كهربائية وهنا التحكم بالإضاءات مستوى الإضاءات ترفع وتنزل هنا مش درج وإنما علبة فيوزات من هنا تفتح غطاء المحرك طبعا التحكم بالدراكسون فوق تحت تلسكوبي خلف الدراكسون عندنا التحكم بالإضاءات وفيها ميست الأوتو وأيضا جهة اليمين عندنا التحكم بالمساعات وفيها ميست الأوتو الدراكسون تصميمه كذا من هنا مشطوف ومع التصميم باللون الفضي هنا معه شعار يونيتي طبعا البوري أتوقع حيكون قوي طبعا الدراكسون ملبس بالجلد هنا جلد منقط وهنا سادع مع تطريس خياطة تقليدية هنا جهة اليمين التحكمات الخاصة بالوسائط والصفحات الموجودة هنا أما جهة اليسار التحكمات الخاصة بمثبة السرعة القيادة الشبه ذاتية الرادار وزر المفضلة وإلى آخر كده تقريبا خلصت من تغطية هذه السيارة أتمنى تغطية نالت على إجابكم إن شاء الله لو أخذناها تسدراف حنصورها لكم كتجربة قيادة كان معكم أبو نهال وفي أمان الله شكرا